حلوا شرطة الأخلاق في إيران بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة يشكل نقطة تحول أساسية في مقاربة السلطة للتحركات الشعبية المستمرة هذه الخطوة تأتي مقرونة بقرار الفرلمان والسلطة القضائية إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983 المدعي العام الإيراني يكشف أن النتائج بهذا الشأن ستصدر في غضون أسبوعين فهل ستهدئ هذه القرارات الرسمية من فورة التحركات الشعبية المستمرة لمناقشة هذا الموضوع معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي فاران ومعنا من واشنطن الناشطة السياسية الإيرانية مريم معمار صادقي مرحبا بضيفي دكتور حسين مساء الخير دعني أبدأ معك أولا هذه الخطوة اللافتة حل شرطة الأخلاق والآن الحديث عن إعادة النظر في مسألة الحجاب هل هي استجابة مباشرة للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ حوال ثلاثة أشهر بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والضيفة الكريمة والمشاهدين الأعزاء يعني في تصوري أن ما قاله المدعي العام هو نوع من الإخبار لأنه هو ليس صاحب قرار بالمناسبة في هذا الإطار وبعد تقريبا الموت الملتبس للمرحومة مهسى أميني المجلس شورى الإسلامي أو البرلمان أعلن عن مراجعة قانون الحجاب وهذه المراجعة كانت كفيلة بوقف نشاط شرطة الإرشاد ليس الآن منذ الأيام الأولى للاحتجاجات منذ ذلك الوقت أنا شخصيا لم أرى شرطة الأخلاق في الشارع منذ ما يقارب ثلاثة أشهر من هنا في تصوري أن هذا الموضوع هو يأتي على خلفية فهم سياسي اجتماعي يعني الحداثة عادة ما تخلق شروخ بين الجيل الجديد والجيل القديم بسبب تفاوت في الكثير من الثقافات والكثير من الأمور والبيئة أساسا التي يعيش فيها الإنسان ومراجعة هذا الموضوع هي ليست محصورة بإيران بالمناسبة موضوع الشرخ بين الحداثة الذي توجده الحداثة هو مطلوب من كل الأنظمة السياسية من هنا أنا في تصوري أن هذا الموضوع هو يأتي ضمن إطار نعم فهم موضوع الشروخ الاجتماعية ومحاولة إدارتها مسألة التعامل مع هذه الشروخ كما أشارت دكتور حسين مطروحة في أكثر من دولة لكن سؤالي كان هل جاءت ردود الفعل الإيرانية هذه نتيجة هذا الضغط الشعبي في الشارع هذا هو السؤال المطروح اليوم يعني لو كان القرار التخذ الآن كانت الإجابة نعم ولكن عدم تجميد نشاط شرطة الإرشاد منذ اليوم الأول هو يعكس قرارا حكوميا من زاوية فهم الشروخ الاجتماعية وليس التراجع تحت ضغط الاحتجاجات طيب سيدة مريم مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش إذن كما يقول الدكتور حسين هذه الإجراءات ليست نتيجة ما يشهده الشارع الإيراني هذه الإجراءات كانت موضع نقاش وتداول وربما مراجعة خاصة فيما يتعلق بقانون الحجاب وبالتالي غير مرتبطة مباشرة كما يقول بما يشهد الشارع الإيراني حاليا ما رأيك في ذلك؟ بالعكس شكرا لإستضافة أعتقد بأن هذا رد من النظام لمحاولة ربما لفت الانتباه عن الثورة التي لا تزال تقوى وغدا والاثنين والثلاثاء والأربعاء والثوريون يخططون في هذه الأيام وعلى المستوى الوطني للإضراب وهذه المعلومات أو هذه المحاولة من النظام هي للفت الانتباه عن الثورة القائمة وأيضا للفت الانتباه عن القمع الذي مرسه النظام فهناك أربعون ألفا أو أكثر في السجون وهناك تعذيب وهناك اغتصاب وأيضا لبدء الحديث عن الإصلاحيين ضد هؤلاء الذين لا ينشدون الإصلاح من المحافظين أظن أن هذه كلها أكاذيب الحقيقة هي أن علي خامنائي المرشد الأعلى طبعا هو الذي قاد إلى هذا الانهيار ورأينا طبعا سقوط الشاه وسقوط الاتحاد السوفيتي وهذا سيحدث تماما لهم كما حدث لذينك النظامين وفقط هذا يؤدي إلى انهيار النظام هذا القمع والثورة تتحرك بسرعة إذن هم ليسوا مستعدين لتقديم أي تنازلات ولكنهم يحاولون نشر معلومات وأخبارا كاذبة للحديث عن الإصلاح بدلا من الحديث عن الثورة التي يقودها الشعب مريم دعيني أستوقفك عند مصطلح الثورة استعملت هذا المصطلح أكثر من ثلاثة أو أربع مرات خلال حديثك هل ما يجري في إيران اليوم هو بالفعل ثورة يعني إيران شهدت موجات من حركات الاحتجاج الشعبي منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وانتهت بشكل أو بآخر هل ما نشهد اليوم هو في نفس الإطار أم أن هذه الحركة هذه المرة مختلفة عما شهدناه في الماضي أعتقد أنها مختلفة لأن الجذور الجذور الثورة موجودة فطبعا ثورة 79 خلقت دولة استبدادي الآن الناس يثورون ضد ذلك النظام الاستبدادي وضد تلك الايديولوجيا إذن هذه الثورة وفي هذه اللحظة هي طبعا تأخذ وقتا طويلا ولكنها بدأت في أواخر 2017 وبداية 2018 الناس أصبحوا يعلنون رغبتهم وغضبهم وامتعاضهم وفي 2019 نوفمبر 2019 في أكثر من مائتي مدينة في البلاد الناس خرجوا وتظاهروا وطبعا كان هناك 1500 قتلوا من قبل النظام واعتقلوا الآلاف ولكن ما حدث هذه المرة وما هو مختلف هو الإصرار فنحن الآن بعد ثلاثة أشهر من بداية الثورة ويوميا هناك تظاهرات في كل مدينة وكما قلت يوميا وفي كل الجامعات هناك تظاهرات ويوميا وكل القطاعات الاقتصادية أيضا فيها الإضرابات والإصرار والوحدة خارج البلاد أيضا أيضا تدعمهم وفي كل سبت من كل أسبوع يخرجون حيث يعيش الناس حتى في المدن الصغيرة يرفعون الأعلام أعلام إيران والآلاف من الناس يرفعون العالم العالم القديم لإيران يظهرون بأنهم متحدون ضد الاستبداد لهذا النظام وطبعا حتى يسقط هذا النظام دكتور حسين ما رأيك في هذه المسألة؟ مسألة أنه كما تقول السادة مريم على الأقل ما يجري هو هو ثورة هو مختلف عما شهدته البلاد في فترات سابقة هناك إصرار واضح من الناس نتحدث عن ثلاثة أشهر نتحدث اليوم عن أربعمائة وسبعين شخص لقوا حتفهم اعتقال أكثر من طمانتاشر ألف شخص المسألة مختلفة على ما يبدو عما شهدته البلاد في السابق ما رأيك في ذلك؟ يعني في تصوري البعض يعيش في عالم الأوهام وأنا في إيران ولا أرى ما تقوله السيدة مريم يعني أولا مفهوم الثورة أكاديميا هو أن يكون تنطلق أساسا من رحم إجماع شعبي نحن رأينا الثورة الإسلامية في إيران وهي عاشت هذه الفترة هناك إجماع هناك أيديلوجيا هناك قيادة الآن في الاحتجاجات الحالية ليست هناك من أيدلوجية هناك نعم تيارات مختلفة موجودة في هذه الاحتجاجات من مناصري الملكية إلى مجاهدي خلق إلى الكثير من التيارات وحتى في دورة 79 دكتور أكسين وأنت تعرف أكثر مني كان هناك تيارات مختلفة لكن في نهاية المطاف تيار واحد هو الذي تغاق على كل هذه التيارات لأن هناك كان تيار أساسي والبقية كانت في الهامش يعني كانت مضطرة إلى أن تؤيده باعتبار أنه يمثل على الإجماع الوطني من هنا لحد الآن الاحتجاجات هل هي حقيقة؟ نعم حقيقة ولكن هل هي أصبحت إجماعا وطنيا؟ لا لا زالت أقلية لا زالت محصورة بجيل الشباب نعم هي تطرح مطالبات اجتماعية وفي تصوري أن هناك أن نحمل هذا الموضوع أكثر مما يحتمل هذا نعم ولكن دكتور أكسين دعنا نتفق على أن هذه الموجة من الاحتجاجات مختلفة عن مشاهداته البلاد في الماضي هل تتفق مع ذلك على الأقل؟ نعم يعني أولا أولا الكل متفق في إيران ويناقش هذا الموضوع على يعني في وسائل الإعلام أن من يحتج هم جيل الشباب هم أولادنا ليس هؤلاء جاءوا من السماء أو جاءوا من الخارج وهناك أيضا أطراف خارجية تحاول ركوب هذه الموجة الآن الكلام في إيران عن جهاد التبيين وهو مفهوم جديد يؤكد على موضوع التوعية الاجتماعية أكثر من الحسب الأمني الحكومة لا تؤكد على الحسب الأمني لو أرادت الحكومة أن تحسم الموضوع أمنيا لا استطاعت خلال أيام ولكن الحكومة لا تريد الحسب الأمني الكل يقول أن هؤلاء أولادنا وهؤلاء يطرحون مطالب اجتماعية يجب النظام أن يستمع إليها ولكن ضمن إطار توعوي وليس ضمن إطار قمع لهذه الفئة الاجتماعية ما هو التعبير الذي استخدمته دكتور حسين قبل قليل؟ جهاد التبيين هكذا سمعت الكلمة؟ نعم هذا الكلام جاء على لسان قائد الثورة ومرشد الثورة الإسلامية في إيران أن هؤلاء أولادنا ويجب أن نقوم بجهاد التبيين أي التوعية الاجتماعية بالمناسبة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان له تصريح أيضا حول عموم ما يجري في البلاد يقول الرئيس الإيراني المبادئ الجمهورية والإسلامية في إيران مرسخة دستوريا والدولة قامت بناء عليها غير أن هناك طرقا منهجية تجعل من تطبيق الدستور أكثر مرونة سيدة ماريا ما رأيك في بعض ما قاله الدكتور حسين أنه يعني ما جرى يعني هو حركة احتجاج لا شك ولكن شيء طبيعي أن يكون هناك مثل هذه الدعوات من الجيل الشاب يعني دعوات للتغيير للحداثة وكل هذه الأمور وأنه لو الدولة أرادت أن تقمع هذه الاحتجاجات بالطرق الأمنية لكان بإمكانها القيام بذلك ولكنها لم تفعل كما يقول الدكتور حسين ما رأيك؟ كما ذكرت هناك أربعة عشر أو أربعون ألفا في السجون وهم يعذبون والبعض منهم يغتصب والنظام قد بدأ في تطبيق الإعدام إعدام أولئك الذين اشتركوا في تلك الثورة أو في هذه الثورة وكل طبعا الذين هم طبعا مثلا أسيد مجلس اللهي وأن الفتيات الصغيرات يسجن وهناك أطفال وأولاد صغار يسجنون هذا النظام يستعمل حملات تضليل الإعلامية كما طبعا ذكر ضيفك لمحاولة إبقاء هذه السلطة والقمع موجود بكل تأكيد هم لديهم فقط القمع والحكم عبر الخوف وهذه المعلومات بشأن مثلا شرطة الأخلاق التي سيتم حلها هذا ليس صحيحا ولكنه كذب صريح فقط للفت انتباه العالم عن قمع النظام وأيضا للفت انتباه العالم عن الثورة الشعبية ولا أحد طبعا في إيران يصدق الأمور التي يقولها ضيفك فطبعا هذه حملة إعلامية وتكتيك إعلامي بالتأكيد للقول بأن هؤلاء فقط هم دعاة للملكية ومجاهد خلق لا يتمتعون بالشعبية في البلاد والناس الآن من جميع الطبقات والأراء السياسية كلهم متحدون معا تحت شعار يدعو لتغيير النظام الموت للديكتاتور وللجمهورية الإسلامية الحرية 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 وحياة النساء هذا واضح ما يدعون إليه وطبعا من الواضح أيضا ما يحاول النظام قوله بأن هذا أمر طبيعي هذا ليس طبيعيا ليس طبيعيا بالنسبة لدولة تكون كل المدن فيها تكون فيها المظاهرات وليس طبيعيا في كل القطاعات في الدولة أن يشنوا إضرابات وليس طبيعيا أيضا للفتيات والأولاد بأن مثلا يطرحوا العمامات الموضوع على رؤوس الملالي هذا يشير إلى غضب ضد هذا النظام هذه ليست أوقات طبيعية وأعتقد أن ضيفك يحاول بصعوبة أن يظهر هذا النظام كشرعي دكتور حسين أود أن أعطيك مجال للرد على بعض هذه النقاط ولكن أيضا دائما نسمع منذ بداية هذه الاحتجاجات بأن هناك أطراف خارجية والكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية إلى آخره اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يقول الدول الغربية تستغل الاحتجاجات للتدخل في شؤون إيران الداخلية هل ما يجري بالفعل هو تدخل خارجي هل من يقوم بالاحتجاجات هم من أنصار الشاه المخلوع ومن مجاهدي خلق أم أنهم ناس شباب عاديين طلاب جامعات يريدون إحداث التغيير في نهاية المطار يعني أولا ما يحدث في إيران هو هناك جيل شباب يطالب ببعض الأمور ولكن هناك أطراف خارجية تحاول ركوب هذه الموجة يعني تدفق السلاح والإرهابيين من إقليم كردستان العراق وكذلك من إقليم بلوشستان الباكستانية كان واضحا يعني كمية السلاح المهرب الذي استطاعت الحكومة أن تكتشفه أو الإرهابيين الذين قالوا على التلفزيون الإيراني المهام التي أوكلت لهم للقيام بذلك هو يعكس هذه الحقيقة أن يقول السيد مالي المنتدب يعني في الملف الإيراني أن أولوية أمريكا هي الاحتجاجات هذا معناه أن أمريكا تركت طاولة المفاوضات وذهبت باتجاه أنه كيفية ركوب موجة الاحتجاجات هذا ليس موضوع مشكوك فيه إيران قدمت الكثير من الأدلة في هذا الإطار من هنا ما أريد أن أقول أن نعم هناك أطراف خارجية ركبت هذه الموجة إسرائيل عندما تقول إيران أن إسرائيل دخلت هناك أكثر من خلية عرضت على التلفزيون فقامت بعمليات التدريب من قبل الموساد في بعض الدول الأفريقية وكذلك في إسرائيل وكانت لها مهام محددة في الداخل الإيراني نعم وقبل نعم نعم هؤلاء كانوا يريدون تفجير موقع أمني في إصفهان وجاءوا وقالوا هذا الموضوع وهذا مثبت يعني الكثير من العلماء الإيرانيين من قتلهم إسرائيل والموساد من هنا إيران لا تطرح تخيلات يعني كما تذكر لا إسرائيل لا تنفي على كل حال دكتور فسين ورواي هذه المسألة استهداف بعض المنشآت النووية واستهداف العلماء ولكن نتحدث عن موجة الاحتجاج هذه سيدة ماريان ما رأيك إلى أي مدى هناك تدخل خارجي هناك تشجيع خارجي على الأقل لما يجري في الشارع اليوم لا بكل تأكيد الناس في إيران لا يمكن أن يضحوا بحياتهم ويتعرضوا للتعذيب وللقتل وللاغتصاب بسبب قوة خارجية إنهم ينظرون إلى حقيقة معيشتهم وينظرون إلى حقيقة أنهم ليس لديهم مستقبل وليس لديهم اقتصاد يمكن أن يعيش فيه بكرامة ويرون كمية كبيرة ومستويات كبيرة من الفساد من الملال والنظام هم يرون بأنه ما لم يسقط هذا النظام فليس هناك أي مستقبل مشرق ولذلك هم في الشوارع لا يمكن لأي دولة خارجية أن تقنع شعبا بأكمله بأن هذا النظام غير شرعي أعتقد بأن هذه سنوات طويلة من القمع وهذا النظام لا يحظى بدعم الشعب الناس خرجوا وعلى مدى سنوات والنظام كذب عليهم ويكذب عليهم حين يقول إن العدو هو أمريكا العدو هو داخل البلد طبعا ضيفك للأسف يكرر طبعا مزاعم النظام وبالنظر إلى شخص يظهر من طهران أظن بأنه لا يمكن أن يظهر ويقول أشياء صريحة انظروا إلى ما حدث إلى مهسى أميني والعديد من الفتيات اللائي ضربنا ضربوا رؤوسهن كيف يمكن لضيفك أن ينام ولا يعترف بحقيقة أن هؤلاء الفتيات قتلنا كيف يمكن أن يقول إن الناس الذين قتلوا هم أولئك الذين كانوا يبحثون عن المتاعب والمشاكل ومهس أميني ماذا كانت تفعل ماذا كانت تفعل كيف يمكن لأولئك الذين يدعمون هذا النظام أن يناموا ليلا دكتور حسين لدينا ثلاثين ثانية أود أن أعطيك رد على بعض ما قالت السيدة مريم يعني لو كان الوضع كما تقول السيدة مريم لكان سقط النظام يعني إذا الشعب كله في الشارع عادة النظام يستند إلى أي شيء يستند إلى الشعب من هنا استمرارية النظام هي تعكس كذب ما تقوله نعم هناك أنا أقول هناك حركة احتجاج لا أحد يريد ينكر هذه الحقيقة ولكن لا زالت أقلية والنظام يستند إلى أكثرية اجتماعية والسياسية شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويفران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران كان معنا من العاصمة الإيرانية أشكر ضيفتنا من واشنطن السيدة مريم معمار صادقي الناشطة السياسية الإيرانية شكرا جزيلا لكما